اشتركوا في القناة التسامح أستاذ محب النهاردة بتكلمنا عن المحاب وقيمة المحاب واللي هي عنصر أساسي منها هي احتمال الآخرين كيف احتمل الآخرين احتمال الآخرين ده حاجة صعبة في وست مال واحد مكبل بالمشاكل والديئات والأفكار الكتيرة في وست ده كله انت تحتمل كمان مطالب انت تحتمل الناس وفيش محبة أكبر من كده دي أية اليوم النهاردة سمتعنا بها مع حضراتكم وأنا مسامح حيبة برضو مش هرد اللي هو أعمال يقول عزب الله نعمل وكيل لا بس عادي مسامحك برضو بس تمام يعني لكن الصدفة الحلوة أو ترتيب ربنا النقاية اليوم اللي بتتكلم برضو عن الوفران وعن المحبة وعن الواحد قديم يبقى مرتاح لما يعمل ده مع اليوم العالمي للتسامح فأعتقد أنها رسالة واضحة وصريحة يا ريت كلنا ناخدها نهاردة ونعمل بها نبتدي معاكم الأخبار أول خبر بيقول انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ 10 يناير المقبل إن شاء الله هيعود مرة تانية منتدى شباب العالم بعد انقطاع سنتين كانت آخر مرة كان 19 كان في 19 من سنتين ويتوقف بسبب كورونا منتدى شباب العالم وكنت حضرته قبل كده أنا وهبى في نسخته في 2019 في شرم الشيخ قدي إيه فعلا يعني مهما نقول بيبقى تجمع عظيم جدا تجمع فعلا حلو وانت متخلين شباب من كل دول العالم موجود سيد رئيس الجمهورية على مدار الأيام في المنتدى البلد كلها موجودة يعني شخصيات عالمية بتبقى موجودة حاجة الحقيقة بتدعو للفخر إن مصر تقدر تعمل ده إن مصر عندها أماكن جميلة جدا وطبعا شرم الشيخ في الشتاء وجمال شرم الشيخ وهي بتحتضن هذا المنتدى ده هيبقى موجود إن شاء الله في 10 يناير اللي جاي طب أنا شاب بتفرج عليك دلوقتي وعايز أروح يا عم انت عمال تقول شرم الشيخ دي حلوة والمنتدى جميل ما أنا كمان عايز أروح أعمل إيه من مبارح يوم 15 نوفمبر لحد 15 ديسمبر تم فتح الباب للتقدمات هتدخل على موقع منتدى شاكتب كده حتى بالعربي تسجيل منتدى شباب العالم على جوجل وهتدخل تسجل هتسجل اسمك ورقم بطاقتك وسكن فين وبتعمل إيه وسنك وعنوانك والكلام ده كله وهما هيبعتوه لك بس هيبعتوه لكل الناس لا طبعا عشان ما تجيش تقول إيه يا عم هي كوسة بقى ما بعتوا ليش لأ مع أنت النهاردة هم عايزين مثلا 10 تلاف شاب هيحضاره العشر تلاف فيه مليون قدم فبالتأكيد مش هيخدوا المليون شخص فلو أنت حابب أن أنت تكون موجود في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ أرجوك أدم من دلوقتي وادخل على موقع منتدى شباب العالم وسجل من النهاردة إن شاء الله كمان ده يكون ليه ترتيبات كتيرة وترتيبات خاصة عشان الظروف بتاعة فيروس كورونا لكن المنتدى هيتعمل أو هيقام لكن بترتيبات وإجراءات احترازية كتيرة جدا طيب نخرج نشوف برضو يعني فيديو بيوضح بيتكلم عن منتدى شباب العالم ونرجعتين طبعنا وشوفنا على مدار الأسبوعين اللي فاتوا كده تراجع كبير في البورصة البورصة العالمية لكن تراجع البورصة تسبب في تراجع أسعار الدهب يعني بشكل أو بآخر طبعا في ناس دي بتبقى فرصة للي عاوز إنه يشتري وسحق الوقت هيقول لي هود أنت دايما بتعملي دعوة للشباب عشان اللي عايز تجاوز والشبكة والحاجات دي لكن هقول لحضراتكو طبعا انخفاض أسعار الدهب بواقع 2 جنيه في الجرام أسعار الدهب كل عيار نازل قد إيه وبقى سعره قد إيه أسعار الدهب عيار 14 542 جنيه عيار 18 696 جنيه عيار 21 813 عيار 24 929 والجنيه الدهب وزن 8 جرام 6554 جنيه هو أنا عندي سؤال هو ليه عيار 14 و24 يعني بحس أنه مش مش متعرف عليهم 14 لأنه الناس بتشوف طبعا أنا هحط فلوسي هحطها في حاجة نسبة الدهب فيها هي بتبقى أعلى من باقي المعادن أو من النحاسل اللي موجود فما بيعتبروها الشاب كاوي لكن طبعا الإمكانياتي مش سمحة أن أنا أعلى وأوصل لغاية 18 و21 فبلجأ لـ 14 وفي الآخر دهب يعني هما روح أبيعهم أنا بحس أن 18 هو الأكثر تداول يعني حتى الحاجات الشيكاوي 3-18 نشو 21 نعرفش ليه بل لأن حتى يعني فيه ناس تقول اللون بتاع اللي بيبقى أصفر قوي أصفر قوي عشان نسبة الدهب فيه فيه ناس ما بتحبش بتحبش دفع بيحب كل الموضلات هتلاقيه كمان المستوردة والحديثة بتبقى عيار 18 أنا حاس أني هيبقى لو ثابت مجال هتفتح محلة ده أنا متأكد أيوه في الظبط بس هيبيها كله 18 الله يسهلك نشوف دلوقتي آه الأرصاد حالة الجو والأرصاد وأخبار الجو إيه إحنا عارفين طبعا فيه تغيرات كتيرة فيه الجو الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية طبعا هيبقى فيه تغيرات كتيرة جدا وهيسود طقس معتادل على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية وجنوب السيناء وشمال الصعيد وماء للحرارة على جنوب الصعيد نهارا نطيف في أول الليل ماء للبرودة في آخره على كافة اللانحاد راجعة الحرارة زي ما هي قدامنا على الشاشة القاهرة 26-18 إسكندريا 25-19 أما مرسى مطروح 24-18 شارم الشيخ 27-20 بورسعيد 25-19 المينيا 27-16 أما أسوان فـ 29-20 أعتقد يعني إن شاء الله كمان أنا بأمل إن يكون فيه ترتيبات للفترة اللي جاية أو لدخلة الشتاء عشان الأمطار مش بس في المحافظات الساحلية لكن هي دي بتبقى الأكتر عودة للأمطار لك عشان بتحصلش مشاكل وحوادث ونفضل بقى ندور يعني نصلح الأضرار اللي بتحصل دي إزاي لكن إحنا مفروض بنستعدل ده من شهور لكن حتى لو ما كناش عملنا ده أو لسه نقيصنا حاجة نقدر دلوقتي نلحق نفسنا قبل فترات سقوط الأمطار شو بقى الحالة المرورية والشوارع والازدحام المروري ولو في تغيرات في المصارات أو طرق بديلة هي إيه معينا دلوقتي على التليفون زي بلنا أستاذ محمد صابر محاير شؤون المرور بالإذاعة المصرية يا أستاذ محمد صباح الفل صباح الفل صباح الفل عليك صباح الفل على حضرتك وقلنا بقى النهاردة إيه الأخبار إحنا في نص الأسبوع طيب بالفعل طبعا زيما أنت دايما بتنويه والنهاردة الثلاثة رفاصة الأسبوع تحديدا وزروة الأسبوع تحديدا وممكن طبعا في البداية ده ما احنا حالات قنواتهم فيه تقلبات الأحوال الجوية حاولين برضو نوضي عنية أستاذ المشاهدين عن الأرشادات التي وجهتها الإدارة العامة للمرور في حالة وجود التقلبات الجوية والقيادة الأمنة أثناء عدم استقرار الأحوال الجوية للحد من الحوابس والحفاظ على أرواح السادة المواطنين على الطرق شملت هذه الإرشادات هي السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية عدم التوقف في مناطق الشبورة في حالة وجود الشبورة المائية كذلك أيضا استعمال الأضواء الغير مبهرة مع تهوية بايدة داخل السيارة مع استخدام الأنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان في حالة وجود أعطال بيورد الاتصال على خط الإجازة 012-2-3-4-0 012-2-3-4-0 حيث وجود أي أعطال على الطريق بيوردى من السادة المواطنين في ذلك بأقصى اليمين ووضع المسلس التحذيري والاتصال بهذا الرقم بيتم دفع السيارات الانتشار السريع التجاعة للإدارة العامة للمرور على كافة الطرق لإيزانة هذه الأسباب أسباب الأعطال وتسهير الحركة المرورية معدلات السريع النهاردة بصفة عامة بتتجاوز ما بين 60-65% وما زلت حتى الآن محافظات الوجه البحري والإبلي والمحافظات الساحلية ما زلت حتى عندنا الآن جدوء مروري نسبي أما بالنسبة لي قطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج الكهيرة الكبرى ما زلت حتى الآن محاورها بتعمل بشكل مردي وشكل طبيعي عدم مناطق الأعمال نحن عرفنا جميعا مع نتيجة أني عندنا أعمال توسعة على عدد من قطاعات الطرق الدائرية وبتشمل هذه الأماكن هي أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وكذلك أعلى مناطق البساتين وأعلى مناطق الخصوص محور 26 ميليو الأحجام بتنحصر فيه النهاردة عند منطقة نهية اللي جاء من أكتوبر والشرزايد ونازل على ميدان لبنان في هذا التوقيت محور رود الفرج أفضل حالا من محافظة الجيزة النهاردة الأحجام بتنحصر فيها وخاصة في شارع سودان أمام محطة متر الجامعة اللي نازل من كبري فيصل ومتجه لمناطق الدائر ممكن نسلك النهاردة شارع مراد أو شارع الجامعة كذلك النهاردة بعض الشرك مطلع كبري الجزة المعدان ودى نتيجة زيادة تدفق أحجام الحركة المرية اللي جاي من شارع فيصل وبين من شارع العرب وبياخد مناطق أعلى كبري الجزة متجهين من باني الجزة ومنه إلى مناطق القاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة الأحجام النهاردة ما زالت حتى الآن متوسطة أعلى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبي اللي جاي من معادي وحلوية صايح له منار الملك الصالح ورياسة المدينة عشان كده محور التسطراب أكبر حالا تزالت بعض الشيء أعلى كبري المطارية اللي جاي من محور الفريق العفار وبيمين الكارنات ومتجه لمناطق التجييد ومصر الجديدة بيفضل سلوك كبري صراعي القضة بيعمل بشكل مردي وشكل طبيعي مطلع كبري السيدة عيشة اللي جنب من الألع ومتجه لمناطق مغر العيون بعض الشيء نتيجة اللي كان عندنا مصادمة في دوران حديثة لازر في محور صلاح فالي متمة لانتهاء منها من قبل إدارة العامة لمرور القاهرة باقي الكبار اللي تنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة جمعها مارضة متوسطة ما بينصحش التغيير أي نصرات هو الأماكن اللي احنا ذكرنا لأستاذة المشاهدين الكرام شكرك شكرا جزيلا زمنا أستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية على النشرة الوفية للمرور كمان وزارة التموين بتقول لنا زيادة المغزون الاستراتيجي من الدقيق في المحافظات الساحلية وبتأكد وزارة التموين على أن المغزون الاستراتيجي للسلع الأساسية هو كافي لفترة ستة أشهر ويمكن رئيس سيسي كان أكد على الموضوع ده لأكتر من مرة أن احنا الحد الأدنى لأي مغزون استراتيجي من السلع الأساسية ما يقلش عن ست شهور لأن احنا كنا بنوصل في مراحل لتلت شهور وأحيانا في الأيام اللي كانت صعبة جدا بعد عشرين حداشر كنا بنوصل يمكن لأقل من كده مقنينة بيبقى فيه جاشع تجار عايز يخزن السلع لأنه عارف أن هي نقصة في السوق وبيبقى فيه زي ما حصل قبل كده مع السكر وكان بيحصل مع السلع الاستراتيجية بشكل كبير جدا لكن حال اللي احنا شايفينه أن وزارة التموين مهتمة جدا بقالها فترة ويمكن الرئيس سيسي زي ما قلت بيأكد على ده أكتر من مرة فيش حاجة ما مغزون استراتيجي لأي سلع أساسية إلا عن ست شهور بأي حال من الأحوال عشان كده احنا بقالنا لو حضراتكم متابعين 3-4 سنين لا السلع الاستراتيجية ماشي كويس جدا عندنا الدنيا ماشي حلو حلو قوي ما عندناش مشاكل كبيرة بتحصل في السلع والزيادات حتى في سعار زي مبارح كنا بنتكلم على زيادة في الزيوت مثلا فده اللي هي الزيادة العالمية اللي هي حاجة غزب عنك لكن ما عندكش زيادة في سلعة أساسية نتيجة جاشعة تجار ما عندكش زيادة في الرز نتيجة جاشعة تجار السكر الأمور اللي هي الأساسية ودي حاجة كويسة هنا الناس بتشوف ده لما نروح المجمعات الاستهلاكية وسلاسل المجمعات الاستهلاكية طبعا احنا قلنا انه بيبقى فيه خمس مجمعات بفروعهم يعني ليس هم خمسة بس لكن السلاسل دي بالفروع موجودة في كل محافظات الجمهورية اللي بيروح اعتقد ان حتى السلع اللي كنا بنلجأ نشتريها من المحلات اللي برا المجمعات دي دلوقتي بقيت موجودة وبقيت متوفرة والحاجات اللي مش جوه بطاقة التموين الناس بتقدر انها تشتريها بفارق نقاط الخبز بنجيب باقي الحاجات الغايبة او اللي احنا مش بنلاقيها او ممكن يكون فيها ارتفاع في الاسعار برا توفير الدواجن والحوم المستوردة واللي تم الكشف عليها هنا في مصر يعني امنة تماما برضو بنقدر نجيبها باسعار في المتناول من المجمعات الاستهلاكية دي فاعتقد ان كل ما نحس ان فيه برا زيادة او ارتفاع عشان يكون لنا موقف يبقى احنا ممكن نلجأ للمجمعات الاستهلاكية هنروح لخبر تاني خاص بسندوق مكافحة الادمان والحقيقة كتير قوي بنقول انها مش عايزين نستنى للمشكلة تحصل الكارثة تحصل وبعدين ندور نحلها ازاي ونشوف ان لازم الشاب او الشخص اللي وقع فيه براسن الادمان يكون هو اللي عنده الرغبة انه يتعالج مش لازم الاب والام او الاسرة المسؤولين عنه هم اللي يزقوه هم اللي ياخدوه يودوه بالعافية اعتقد دلوقتي معظم مراكز علاج الادمان ما بتفضلش ده لكن بتطلب ان يكون فيه رغبة حقيقية من الشباب وده بيخلي ان فيه ناس من المتخصصين بيروحوا يزوروا الشاب ده مرة واثنين وثلاثة ويتكلمهم عالغات لما يقنعوه بفكرة العلاج او التعافي وهو من نفسه ياخد القرار ومجرد انه وصل للمصاحة بتاعة العلاج من هنا بيبدأ دورهم الفعلي في العلاج لكن ليه بقول انه لازم ناخد خطوة استباقية بان احنا نوعي الشباب بخطورة الادمان باصدقاء السوق بكل الحاجات اللي بتوقع الشباب وهو ده اللي عملوا صندوق مكافحة الادمان تنفيذ برنامج لتوعية طلاب المدارس باضرار تعاطي المخدرات المبادرة اسمها برنامج اختار حياتك مهم جدا وخصوصا طلاب المدارس المهنية يعني اعتقد يمكن حتى فكرة ان الشخص المهني او اللي في ايده كمان صنعه واللي بيصهر برا ويتقابل عشان شغل ويتقابل ده ويتقابل ده فكرة ان الشاب ده ده هيخليك تركز اكتر ده هيخليك تنتج اكتر ده هيخليك من صحصة ده هيخليك مبسوط وانت بتشتغل كل الحاجات اللي بيسمعوا على الشباب دي بتخليهم يجروا وراها فالتوعية المبكرة ممكن توفر علينا متاهات كتير قوي بعد كده طبعا يعني موضوع الادمان ده يعني مواجهته الحقيقة يعني بتغير مصار أسر بحالها يعني لكن معانا كمان خبر انا بشوفه ان هو يعني كان لازم نقوله النهاردة المؤبد لداعية هتك عرض طفلة في طلخة بمحافظة الاهلية واللي حصل اني يعني محافظ للقرآن شيخ جامع يعني او دعية زي ما بيتسمى بيدي دروس للأطفال طفلة عشر سنين اسمها جنة يعني بتتعلم عنده يعني تحفيظ القرآن يعني من أسرة ملتزمة وأسرة محترمة وعايزين يعلموا ولادهم ويقربوهم يعني للدين ويحفظوهم الدين فاجئت أم البنت أم جنة ان بنتها في حالة مرضية وعندها مشكلة والبنت بتعيط وكده فكأم يعني شافت بنتها وكشفت على بنتها بالشكل النظري كده لقيت ان البنت في حاجة غلط مالك اللي حصل قالت لها ده فلان شيخ الجامع عمل اللي بيحفظنا عمل معايا كده الحقيقة الأم نصحة ومقلتش هشوه صورة بنتي وكذا وكذا ورحت عملت محضر في الاسم تفاعل طبعا الشرطة بشكل سريع جدا وتقدم المتهم ليه النيابة ودخل فيه المحاكمة وتم الحكم عليه بالأمس بالمؤامة تم الحكم عليه بالمؤبد أول طبعا ما سمع الحكم يعيني عشان مشاعره رقيقة أغم عليه هقول لك أول ما سمع الحكم مشاعره رقيقة أغم عليه وأنا في وجهة نظر في وجهة كتير جدا من المصرين أن مؤبد قليل على ده لأنه هو ما تقدرش تقول عليه أنه هو بني آدم أو إنسان يعني إيه طفلة عشر سنين يعني إيه طفلة عشر سنين وإنت شحط ومستأمنينك على عيالهم أن أنت بتعلمهم كلام عن ربنا يا أخي إزاي تعمل كدس وطفلة عشر سنين ما صعبتش عليك أنت دماغك ومهووس بالجنس ولا بأي شيء يعني تنايل بعيد لكن ليه يعني طفلة عشر سنين زنبها إيه أنك تهتك عرضها أنا بقول لأغمى عليه قال مش عاجبه الحكم وهو الحكم أقلب كتير جدا يعني كنا نتمنى حكم كمان أكبر من كده عليك وعلى أمثالك عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني لأن للأسف الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة في الكام سنة اللي فاتت ومعرفش إيه حكاية لما يكون واحد طويل وعريض مع العيال الصغيرة ومع الأطفال يعني مش عارف فاكر أن الطفلة هيخاف ومش هيقول أو مش فاهم أو أمها تخاف أو الأمها تخاف عشان سمعت البنت بس ده يخليني أقول برضو جنة كانت لما والدتها كانت عايزها تنزل عشان تروح الدرسة بتاع تحفيظ القرآن أو حفظ القرآن ما كنتش بترضى تنزل يعني قبل الموضوع أنها تشوفها فيها حاجة غلط ولا البنت كانت رفضة النزول ودي النهاردة رسالة أنا بقولها لحضراتكم النهاردة ما تضغطوش على أولادكم وأنتم مش فاهمين سبب الرفض إيه جايز بتحصل حاجة مع الولد أو البنت وما قالوهاش مش عارفين يعبروا عنها أو خايفين أو مش فاهمين ده إيه فالرفض بتاعهم أو التعبير بيجي في صورة لا أنا مش هنزل لا أنا مش هروح أنا ما بحبش عمه فلان أنا بخاف منه الكلام ده انتبهوا للتصارفات البسيطة اللي ممكن تصدر من أولادكم ما تحطوش ثقتكم في أي حد في أي مخلوق ده مش معناه أننا نبقى مهروسين أو معندناش ثقة في الناس ونبقى ناس مهزوزة ومنعزلة أبدا لكن اسحق قال كلمة هي أم نصحة فخليكي أم نصحة دايما عينك على أولادك ابنك أو بنتك مش البنت بس خليكم معاهم في كل حاجة موديهم درس حاجة خص الدين حاجة خص الدراسة رجلك على رجل بنتك أو ابنك لغاية لما يبقى كبير كفاية أن هو يقدر يدافع عن نفسه أو يرفض الغلط بلاش نستهون بحاجات بسيطة كده ما عزيب كلمة هيبة بس عشان محدش يعني إحنا بنقول ده لنا كلنا كمصريين يعني ما بنقولش إن ده شيخ جامع فبنقول لنا كلنا مسيح مسلم خلي بالك وخلي ما خصنا ما يكون عندك بنت صغيرة خلي بالك وعلميها وتدربيها باستمرار إن هي تتكلم وإن هي تعبر وإن هي تقولك عمه ده وحش فعمه ده وحش ليه لازم نمشي وراء القصة ونشوف ما بقولش إن إحنا نتخون بعض بأكد على كلام إحبا لكن نتطمن أكيد يعني هي دموعها في الحكم كانت لفرحتها بالقصاص رغم زعلها ووجعها على اللي حصل لبنتها دي كانت أخبارنا حابين أقول لحضراتكم النهاردة هيكون في معنا بعد الفاصل لقاء خاص جدا مع دكتور كمال شاروبين أمين المجالس التخصصية ومحافظ الدقالية الصادق في حوار شيق وممتع ومفيد بدأوا حضراتكم جميعا لمتابعة الحوار كمان هيكون عندنا النهاردة فاقرة مهمة جدا عن الأمية التكنولوجية الناس اللي لسه ما بتعرش تتعامل مع الكمبيوتر مع أستاذ محمد النواوي أعتقد أنها إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم نلتقي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر